أكد كل من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان أن حكومة مملكة البحرين برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر تولي احتياجات قرية الدراز والقرى المجاورة أولوية كبيرة في الخطط والبرامج الحكومية من جانبهم ثمن أهالي ووجهاء قرية لدراز جهود سمو رئيس الوزراء وتوصيته في تلبية احتياجات القرية لا سيما على الصعيد الخدمي في نهجه الدؤوب على تلمس احتياجات المواطنين والحريص دائما في الاطلاع على كل ما يسهم في دفع المسيرة التنموية وتحقيق طلعات أبناء المملكة وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر كل من وزير الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان للنظر في احتياجات قرية لدراز والقرى المجاورة لها التي لها أولوية كبيرة في الخطط والبرامج الحكومية المتعلقة بالقطاع الخدمي توجيه كريم من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة ابن سلمانة الخليفة حفظه الله قمت مع زميلي سعادة وزير الإسكان في زيارة قرية لدراز والتقين مع الأخوة المواطنين قمنا في هذه الجولة الميدانية للوقوف ميدانيا على نواحي القصور سواء كان في داخل القرية أو في مرفع القرية أو من القرب من المدارس وأيضا هذا المنتزه الجميل هناك بعض النواقص التي إن شاء الله سوف نقوم بسدهة وخلال زيارة تفقدية ميدانية لقرية لدراز بتوصية حكومية اطلع الوزراء على الاحتياجات الخدمية وتم الالتقاء بالوجهاء والأهالي للاستماع منهم بشكل مباشر إلى متطلباتهم في ظل أجواء آملة وبستقرة تنفيذا لتوجيهات وأمر سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر اليوم نحن متواجدين مع سعادة وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني لمقابلة أهالي الإدراز والوقوف عند طلباتهم وفي الواقع كان هذا اللقاء جدا طيب أن نلتقي مع أهالي المنطقة أنا شخصيا قبل ما أتواجد عندهم في المجلس زرقت أيضا المدينة الشمالية للطلاع على سير العمل وتقصت نازول مدينة الشمالية لأنقل الأهالي آخر تطورات المدينة الشمالية ومواصلات له وهم أيضا كأهالي كل يوم متواجدين وطالعون المدينة الشمالية وشاهدون التطور في هذه المدينة زيارة وقفت على تطوير حزمة من المشاريع الخدمية كالطرقات الداخلية والإنارة والحدائق والساحات الشعبية وغيرها فضلا عن المشاريع السكنية لا سيبا مشروع المدينة الشمالية نحن سعداء في هذا الشهر الكريم ونحن نتلقى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مصر الوزراء بالوقوف على الخدمات في قرية الدراز ونحن الآن نتشرف بزيارة وزيرين وزير الأسكان ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في الحقيقة نحن سعداء بهذا اللقاء ونحن عملنا دراسات سابقة على احتياجات التقرير التنمية الحضرية في كافة قرى المحافظة الشمالية نحن نشكر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر دائما وأبدا يوصي المسؤولين في التواصل مع المواطنين في كافة أنحاء قرى ومدن البحرين وهذه ليست بغريب على قيادتنا الرشيدة ومد الجسور بين المواطنين والنظر لآراءهم وتطلباتهم في الخدمات والإنشاءات والطرق هذا واجب يكون على المسؤولين أن نزول ميداني وتلمس احتياجات المواطنين في كافة المدن والقرى الجولة التفقدية تضمنت زيارة مرفأ لدراز وحديقة الغرية ومشروع السوق الشعبية بساحل أبو الصبح وغيرها من المناطق محطات عديدة حوتها هذه الجولة وذلك للإطلاع على كافة احتياجات أهالي قرية لدراز لتلفزيون البحرين صالح يوسف ترجمة نانسي قنقر